إذن مشاهدين كيف هو حال القطاع العقاري في قطر خلال الربع الأول من هذا العام نفصل في أحد البيانات الصادرة عن البنك المركزي القطري في المؤشر للقطاع العقاري بداية نتحدث عن مجموع أرباح القطاع العقاري للشركات المدرجة في السوق القطري هناك تراجعات ب2.7% لتصل لحوالي 413 مليون ريال ونتيجة تراجع في الإيرادات لكن لو فصلنا بالنسبة لشركات العقارية بداية نتحدث عن شركة بروة كان هناك نمو في الأرباح خلال الربع الأول من هذا العام وبالتالي هذا النمو بحوالي 21 النقطة المئوية جاء بدعم من أرباح غير مكررة نتجة أيضا عن بيع عقارات وأيضا إيرادات التمويل لاحظنا أيضا هناك نمو لشركة إزدان في نتائج أعمالها ب5% خلال الربع الأول وتأتي أيضا بدعم من تراجع المصاريف وتكاليف التمويل أما المتحدة للتنمية كان هناك ضغوط بيعية بـ 18% نتيجة تراجع الإيرادات التشغيلية بـ 16% بالانتقال إلى مزايا أيضا هناك ضغوط كانت على نتائج أعمالها بـ 31% في الربع الأول وبالتالي سجلت أكثر من 7 ملايين ريال كان هناك تراجع في الإيرادات غير التشغيلية بنسبة فوق الـ 60% بالانتقال إلى المركز المالي اليوم للشركات العقارية المدرجة منلاحظ بأن مجموع الأصول للقطاع كان فيها تراجعات بـ 19% النقطة المئوية لكن مجموع حقوق المساهمين بـ 16% النقطة المئوية تراجعات والتي تتجاوز بالتالي خلال هذه الفترة 67 مليار ريال إن كنا نتحدث عن واقع القطاع العقاري في قطر لاحظنا بأنه في ظل الزخم الذي شاهدنا على هذا القطاع من المعروض في الوحدات العقارية خلال فترة المونديال لكن عمليات التصحيح التي شاهدناها نوعا ما خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي منلاحظ بأن كان هناك بعض التعديلات متعلقة بعملية تقييم القيم الإيجارية والأسعار العقارية وحتى لقيم الأشغال ملاحظ أيضا العائد على التوزيعات بالنسبة للقطاع العقاري لدى الشركات العقارية في قطر ب2.4% مضاعف القيمة الدفترية بأقل من 0.5 مرة بالإضافة للمكرر ربحي عند 21.6 مرة بالانتقال أيضا على بعض الأمور المتعلقة بالقروض العقارية اليوم والرهون العقارية ملاحظ بأن مؤشأر أسعار العقارات كان فيه تراجعا خلال هذا الربع مقارنة بالربع الماضي بالعام 2024 بالربع الرابع من عام 2023 التراجعات كانت ب4.8% التداولات العقارية كانت عند 3.4% من التراجعات بالإضافة للرهون العقارية ل6.3% عوامل عدة كانت تؤثر خلال هذه الفترة ما زلنا نواجه ارتفاع في معدلات الفائدة في عمليات الإقراض أيضا هناك بعض الوحدات التي باتت اليوم معروضة بشكل أكبر في السوق العقارية في القطر وبالتالي هذا ما أثر أيضا على حجم الأسعار لكن من بعض الأخبار الجوهرية هي وكالات التصنيف الائتماني وبالتالي التي تحدثت بأن البنوك القطرية منكشفة على مخاطر التعثر وبالتالي هناك ضعف في أداء القروض بقطاعات العقارات وننوه بأن القطاع العقاري في قطر والتمويل بالنسبة لهذا القطاع يمثل خمس حجم الإقراض في البنوك القطرية وبالتالي توقعت الوكالة بأن يكون هناك ارتفاع في القروض المتعثرة بثلاثة ونصف في المئة في عام 2024 القطاع العقاري أيضا بالنسبة لبعض البيوت الخبرة التي تتحدث بأن المعروض من الشقق المتاح اليوم في السوق القطرية أكثر من أربعمائة ألف وحدة أيضا من أبرز الأحداث التي نشهدها كان هو قرار التملك الأجنبي الذي كان له وقع واضح في عملية امتصاص جزء يسير من المعروض العقاري المتاح في الأسواق هذا بالإضافة أيضا للقرار الأخير المتعلق بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ترجمة نانسي قنقر